ما أعلنته كتاب القسامة اليوم كحصيلة ل125 يوما من الحرب نتحدث عن 962 دبابة, 55 ناقلة جند, 74 جرافة, 3 حفارات, 14 مركبة عسكرية طبعا العدد الأكبر من الدبابات ما الذي يخبرنا ذلك عن طبيعة المعركة وأولويات القسام في خوض هذه المعركة؟ يعني هذا يحتاج إلى طبعا هذه فيديوهات للاستهدافات يحتاج إلى عودة من بداية الحمل البرية بدأت الحمل البرية في الشمار والكل يعرف ذلك واصبحت معروفة كان القوام الرئيسي كان حجم الهجوم بثلاثة فرق وثلاثة فرق تعتبر في الغالب مدرعة كالفرق 36 كانت مدرعة بالكامل 162 كانت تقريبا فيها ألوية دروع 256 نفس الشيء فبالتالي كان الجهد الرئيسي هو للوحدات المدرعة وهذا ما جعل الخسائر في الدبابات هي الأكثر هي الأكثر هي الأكثر عددا عندما نتحدث عن فرق مدرعة حسب التنظيم الإسرائيلي تقريبا عدد الدبابات فيها 315 دبابة فالآن دفع بحجم كبير جدا من الوحدات المدرعة في المرحلة الأولى سواء حتى دخول الهدنة وعندما دخلوا في المرحلة الثانية بعد الهدنة كذلك وظفوا حجم كبير من الوحدات المدرعة عندما تم سحب فرق 36 من المنطقة الشمالية زجب الفرق 36 بالمنطقة الوسطى وأخرجت لأنها فشلت في تحقيق إنجاز بسبب المعاناة والتعب والإرهاق والخسائر إذن دعني أقول كانت الاعتماد الرئيسي على الدبابات لماذا؟ لأن الدبابة ميركافا هي أربعة أجيال واحد واثنين عندما تم تصميمها كانت للمعارك المفتوحة ثلاث وأربعة تم تصميمها لخوض حرب المدن وهذا بدأ منذ عام 2006 فبالتالي هذا سبب ارتفاع الرقم لكن يضاف إلى ذلك أن تم تدمير 79 جرافة لكن بالعودة للدبابات معهد الدولة في إسرائيل المعهد القومي للأمن يقول أن عدد الدبابات في إسرائيل أقل قليلا من 3000 دبابة حينما يدمر منها 902 ثلث القوة إذا قرننا ذلك بمعارك إسرائيل السابقة حجم الخسائر في غزة يفوق الكثير من الحروب السابقة الآن نحن نتحدث عن اليوم 125 نتحدث عن اليوم 101 من الحرب البرية لأن الحرب الجوية تقريبا 24 يوم كانت قصف جوي إذا نحن نتحدث عن 101 يوم هي معارك برية معظمها معارك من مسافة الصفر وكانت تأخذ في أعدة عبعات سواء قوات الصد أو العمليات الصفرية أو العمل خلف الخطوط وبالتالي كانت الإصابات عديدة جدا الفيديوهات التي كنا نشاهدها معا ونتحدث عنها كنت أقول دائما هذه تصور جزئية من المعركة ولا تصور المعركة لأنه ليس كل الحالات يتم تصويرها عموما أرقام القسام أيضا تقابلها أرقام من الجانب الإسرائيل لكن قبل أن نتحدث عن الأرقام الإسرائيلية نريد أن نتوقف قليلا عما ذكرته سلام قبل قليل وجاء في بيان القسام عن أن طائرات الاحتلال دمرت الكثير من المدرعات والآليات والدبابات بمن فيها من جنود وفق قانون هانيبعل بروتوكول هانيبعل يطبق بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية وبالتالي لأنه يعني جندي ميت خير من جندي أسير وبالتالي عندما كانت تقع هذه الدبابات في مصيد معينة وحتمية تدميرها وألقاء القبضة على الأسراء يقوم جيش الدفاع بتدميرها جندي أفضل من جندي أسير يعني هذا هو المبدأ نعم وطبق مرارا في غزة وفق الفترة هذه الصور لنقل جرحة طبعا طوال الشهور الماضية لكن هذا ينقلنا إلى مقاله الجيش الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي أعلن عن أرقام هو الآخر 12 عسكريا في معارك قطاع غزة في الساعات الأربعة والعشرين الماضية لكن بذلك يرتفع عدد المصابين منذ بداية الحرب إلى 2840 ضابطا وجنديا وعدد الجرحة منذ الهجوم البري 1314 وفقا للجيش الإسرائيلي كيف تقيم هذه الأرقام؟ أو ما شابه ذلك وبالتالي كانت بعض الحالات الرقم الذي يعلن عنهم من قبل هكاري كانت بعض المستشفيات لواحدها مستشفى واحد يكون قد استقبل أضعاف إذن الأرقام لا موثقية فيها خاصة أنه الآن القتلى والجرحة الذين يعلن عنهم هم واحد من أربعة واحد من أربعة أصناف الآن هناك مرتزقة وهذا ثابت يقينا والأرقام موجودة فرنسيين، بريطانيين، ألمان، إيطاليين، أمريكيين حتى يعني ونحن نتحدث عن آلاف وليس عن مئات أنا الأرقام التي استطعت أن أحصل عليها الرقم بحدود 27500 جندي مرتزق لماذا يحتاج جيش يحارب منذ كما يقال منذ نعومة إظفاري خضى أكثر عدد من الحروب ربما لأي جيش آخر في العالم هو حساس إلى منطق الخسارة البشرية معروف هذا الشيء أنه عنده حساسية مفرطة تجاه الخسارة البشرية وبالتالي إلى الآن أنا قلت لك واحد من أربعة سنف من أربعة أصناف يعلن عنه وهذا ما كتب وليس الكلام مني أولا المرتزق المزدوجي الجنسية لا يعلن عنه اثنين العرب والدروس ليسوا من ضمن الإحصائية يبقى عندك اللي هو الخيار الوحيد أن يكون محادي الجنسية وأهله لا يقبلوا بالتعويض إذن هو واحد من أربعة الآن لا نستطيع أن نقسمها بـ 25% قد تختلف من موقف إلى آخر لكن دعني أقول الغالبية العظمى لا يعلن عنها